زيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معكم احمد ودي قناة ابو العبكر انا عايز اقولك ان يعتبر دي فرصتك الاخيرة لو انت لسه ما سجلتش في البوت بتاع الهامستر تلحق تسجل ان خلاص على وشك ان الايردروب ينزل وصدقني لو الايردروب نزل وانت لسه ما عمدش اي حاجة هتزعل كتير طيب الشهر اللي احنا فيه النهاردة يوم اتنين وعشرين المفروض ان في خلال الكاميوم دول لحد يوم سبعة وعشرين الايردروب بتاع الهامستر ينزل ولكن لحد دلوقتي هم مطلعوش اي تصريح جديد من بعد ما قالوا ان الايردروب هيبقى هي يوم سبعة وعشرين سبعة اي يوم 28 سبعة دي النقطة التانية هم كمان كانوا اعلنا بلكده ان الايردروب هينزل على اربع مرات يعني حضرتك هتاخد نصيبك على اربع مرات هتاخد 25 في الماء في الجزء الاول 25 في الماء في الجزء التاني وعلى كذل حد ما تقفل الماء في الماء ولكن اتفاجئنا بهم من فترة ان هم طالعين بتحديثات جديدة عملوش بعض التحديثات هنستعرضها طبعا مع بعض في الفيديو ده وهقول لكم ازاي تحلوا اللعبة اللي هما بيعملوها كل يوم طبعا هيابد مناسبة لعبة صعبة جدا تلاتين سانية هي اللعبة ذات نفسها مش صعبة لو قعدت عليها هتخلصها لكن هو بيدي لك تلاتين سانية بس محاولة وبعد التلاتين سانية دي بيدي لك ساعة ونص راحة مش هتقدر ان انت تعمل في هم اي حاجة وبعد كده تبدأ ان انت تشتغل من تاني وكل ده طبعا مدته اربعة وعشرين ساعة زي باقي الحاجات في الفيديو ده هعرفك ازاي تحل الحاجة دي كل يوم وبالمناسبة قناة التليجرام بتاعتنا هتلاقيها موجودة في سندوق الوصف بنزل عليها كل يوم الشفارات والكروت وهنزل كمان عليها اللعبة دي ازاي حلها اول ما تنزل بمشاعة الله عشان خاطر اول ما تشتغل معاك او اول ما اللعبة الجديدة تفتح تبقى عارف هتحلها ازاي على طول وطبعا كل الروابط والحاجات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها موجودة في سندوق الوصف خلينا دلوقتي نشوف مع بعض التحديسات الجديدة بشكل عملي طيب انا طبعا يعني مش هشرح بقى كل حاجة من البداية ازاي تدخل على البوت تشتغل على البوت بالنسبة للناس الجديدة بس هتلاقي سايب لك في سندوق الوصف فيديو لو حضرتك لسه جديد في العالم ده ولسه عايز تبدأ ممكن تتفرج على الفيديو اللي موجود في سندوق الوصف شرح بداية الهامستر كومبت وبعد كده تقدر تشوف بقى الابديت وبقية الحاجات التانية عشان تبقى ماشي معانا على نفس الوتيرة وما تقلقش لو حضرتك لسه جديد شايفوتك اي حاجة دلوقتي احنا دخلنا مع بعض على آآ بوت الهامستر زي ما احنا شايفين انا المفروض على زي ما احنا شايفين كده انا على دهو تمام ولكن هنا المفروض ان انا كان عندي فوق صورة الفار اللي هو لابس النظارة ده ولكن لو جينا برا هنا هنلاقي ان انا حاطت صورة فار لابس بدلة ايه الموضوع ده ده واحد من التعديلات الجديدة او التحديثات الجديدة لو جينا دوسنا فوق هنا على الصورة اللي موجودة على الشمال هتلاقي هنا الصورة بتاعة الفار ببادلة ولو نزلنا كده هنلاقي بعض من الاسكنات او الصور الجديدة ايه موضوع الصور الجديدة محدش يعرف دلوقتي هم منزلوها ليه ولكن كل صورة بمبلغ وطبعا هم مش هيعملوا حاجة زي كده الا وكان ليها معنى طب ليه لان هو البوت ده هيحسبك او هيدي لك الفلوس بناء على النشاطات بتاعتك فلو لا ان حضرتك قاعد بتكون في الفلوس وما بتعملش اي نشاط هم بيعملوه بالتالي العملات اللي هتيجي لحضرتك هتكون اقل لان هم مش هيساووا واحد اه شغال على البوت والبوت بتاعه عامل رنك عالي او عامل شغل عالي بواحد فقط قاعد بيحاول في الفلوس وقاعد عمال يشتري اه في الكروت عشان يعدل الربح كل ساعة اه الربح كل ساعة لا يقل اهمية عن الموضوع دي ولكن كل حاجة هم عاملين هنا هتشتغل عليها ليها موضوع وليها فايدة الاسكنات هنا تقدر تشتري اي اسكن باي مبلغ ولكن كل طبعا مشتريت الاسكن بسعر عالي يعتبر كل ده كل ما كان في مصلحتك يعني اه لان هم عاملين اسعار متتفوتة بداية من اتنين مليون ونص الى متين الف وفي واحد كان بخمسمائة الف تقريبا بخمسمائة مليون عفوا ده بمتين مليون اه ايوة اهو ده بخمسمائة مليون تمام ده واحد من التحديثات اللي تمت الفترة اللي فاتت بيها على طول المفتاح اللي لو جيت دست عليه هيقول لك انا نوك 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 دي يعني بالانجليزي حد بيخبط على الباب فبالتالي المفاتيح اللي هم عاملينها دي مش عاملينها كده عاملينها اه مش اي حد هيعرف يخدها لان بالفعل مش اي حد بيعرف يلعب اللعبة وفي ناس فاتتها اول يوم وتاني يوم من كتر ما هم مش عارفين يعملوا الموضوع ده احنا النهاردة اليوم التالت وانا معي التالت مفاتيح عشان مشيت على النظام بتاعهم وطبعا ده هتلاقيني سايبولك في اه التليجرام بتاعنا اللي موجوده سندول وصف اه كل يوم هجيبلك الفيديو اه هخلولك بطريقة بطيقة سنة عشان خاطر تلحق في التلاتين ثانية ان انت تحل اللغز ده ويجي لك المفتاح المفتاح دلوقتي وهم قالوا بالفعل على الصفحة بتاعتهم لو دخلت على القناة بتاعتهم على التليجرام ان المفتاح اللي هم عاملينه ده بيقولك مهم جدا لدرجة انت هتعرفها بعدين معنى كده ان المفتاح ده يا جماعة اللي هي يقل اهمية عن الربح كل ساعة زي ما انت مهتم عملت تحوش في الفلوس وتحدث الربح كل ساعة لازم كمان تهتم بالمفاتيح دي جدا 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 المفاتيح طبعا اللي هي في الخانة بتاعت الميني جيم احنا هنا فاضل عليها ساعة طبعا بعد الساعة تلقوني منزلها على القناة بتاعتنا حاجة كمان مهمة جدا لما تيجي تخش على المين وتيجي تخش على ال النيو كاردز لازم تكون فاتح كل الحاجات اللي في النيو كاردز اللي عندك ليه؟ هم برضو اه بيبصوا على الحتة دي هنا خلاص ما بيعش عندي حاجة واحاول ان المزد اه اللي هي الفرص الفائتة متكونش عندك فيها كتيه طبعا انا عشان بدأت يعتبر متأخر ففاتني يعني مش كتير قويبه لكن فاتني برضو مهمة ده برضو هنا لما يجوا يوزعkit مش حيساووني بواحد بدأم من الصفر. فدي نقطة لازم تبقى واخب بالك منها ان اي ينزل اي كارت جديد ينزل لازم تشتريه يا ربي لو انت اخر ارش معاك اشتريه برضو. كل اهم تلات حاجات حصلت في الفترة اللي فاتت لازم تهتم بيوم جدا وده طبعا يدل على ان خلاص قرب جدا. طب لو هم اتأخروا برضو في انا من وجهة نظري وشايف ان ده يكون مصلحة لنا جدا بالزات الناس اللي لسه داخل جديد. ده هيدينا فرصة كبيرة ان احنا نلحق نطور من نفسنا في اللعبة ونحسن من الاداء بتاعنا بحيس ان احنا لما يجي ينزل لنا الاردروب ينزل لنا مبلغ محترم. وطبعا بعيد شروط الاردروب هتنزل هنا في اخر خانة وكان زي ما قلت لكم من ضمنها اول حاجة ربط محفظة التون والت اللي هي محفظة التليجرام او المحفظة اللي هي بتات التون الخارجية اللي ممكن تنزلها من على البلاي ستور. دي كانت التحديسات الجديدة اتمنى يا رب يكونوا استفدتم محدش يضايع الفرصة يا جماعة بالزات ان هي حاجة ببلاش حاجة انت مش غرمون فيها اي حاجة. يعني بنحاول قدر المستطاع ان احنا نعمل اي حاجة يجي لنا منها ربح من غير ما احنا نخسر اي فلوس. وان شاء الله يا رب يكونوا حلقة عجبتكم واي تحديسات جديدة ان شاء الله هننزل بها اول باول وهتلاقوني على قناة التليجرام بنزل بالتحديث قبل ما بينزل على اليوتيوب. واتمنى التوفيق للجميع واشوفكم في حلقة تانية. سلام.